لا أعرف كيف أجابها النفسي لكن هذا الفيديو يتصور للمرة الثانية والمرة الأولى صورت كثير جدا ومن وضع مرهق وطلع أن كل هذا المايت مشغال ويسجل الصوت من التليفون شيئ جدا فعموما أنا كنت أخذ أجازة تبقى أجازة سيئة جدا لما إذا أخذها من حاجة أنت تحبها أنا أحب أعمل فيديو على اليوتيوب فأنا كنت أخذ أجازة من الموضوع ده شوية بس الأجازة دي لجود كوز يعني وهتعرفه الجود كوز ده في وقت أتمنى أنه يكون قريب لأن الموضوع كبير وصعب علي الوحدي فأتمنى أن الموضوع ينجز بشكله بآخر بس عموما أحب أقولك لو أنت مش عامل سبسكرايب عامل سبسكرايب عشان تكون واحد من الليجنز الموجودين معنا هنا في الشانل أشكركم كل الشكر أن احنا كسرنا لتلتمية سبسكرايبر ودي حاجة مهمة جدا 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 بالنسبالي فعلا thank you so much شكرا لكل الناس اللي بتسابورت الشانل دي ويعني شكرا جدا فخلونا نقول الحمد للع السلامة وهلو ليجنز يو روك اي روك الفيديو ده طبعا زي ما انتوا فهمين هيكون مراجعة أو ريديو عن الثلاث حفلات اللي جموا ربعض في ساقي تنصاوي اللي حضرتهم اللي هما كانوا حفلات روك ومتل فخلونا ندي ريديو كده عن ال ثلاث حفلات دول الثلاث حفلات هما إيت نايت ونينتيز روك نايت فيوليم تو باي فيروس والحفلة الأخيرة وهي روك نايت أول حفلة بروك نايت كانت يوم 10 ديسمبر كان فيها ريديو اكتف توي كان فيها قرار إزالة وكان فيها مادك الحفلة بعد كده إيت نيتيز روك نايت كان فيها فيروس فقط الحفلة الأخيرة وهي روك نايت كان فيها كايروباثيكس وروكسي وريفر وود وتفاقم فخلونا نبتدي الريفيو أي أصوات غريبة مش منطقية أنتوا عارفين مصدرها إيه ولو أنت جديد ومش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب وتفرج على الفيديوهات القديمة وانت تعرف كل الأصوات المريبة ومصدرها إيه بالزبط يلا بينا هلحدد الريفيو من خلال خمس نقط أول نقطة وهي التايمينج اللي هو معاد بداية الحفلة مقارنة بالمعاد اللي كان موجود على اليفينت الأاصلي بتاع الحفلة وتاني نقطة وهي الصود أو الصوت فللي كان موجود على الستيج وعد البرفورمانس كان عامل إزاي تالت نقطة وهي مصرح والقاعة اللي كان حاضر فيها الناس كانت عاملة إزاي سواء بقى من الزيزولز إزاي الإضاءة وحجم المكان والكلام ده كله رابع نقطة وهي اللاين أب أو اختيار الفرق اللي كان موجود في الحفلة خامس نقطة واخر نقطة وهي اهم نقطة اللي هي اداء الباند او الارتست اللي موجود على المصرح كان عامل ازاي التفورمانس بتاعه كان كويس ولا لا هنبتدي باول حفلة معنا اللي هي بروج نايت التايمينج بتاعها الى حد ما كان مظبوط يعني اتأخره تلت ساعة تقريبا بس اعتقد ده يعني ما كانش تأخر شاسع يعني تلت ساعة مش كتير اعتقد وده منطقي وموجود في اي حفلة مفيش حفلة اعتقد بتبدي في معادها معظم الوقت الساوند والساوند ساستم مكانش سيء خالص كان كويس جدا بالنسبة لحد بيسمع مازيكا معظم الوقت وبيلعب مازيكا كمان حسيت نسبيا بس ان البيز عمالي على حبة يو تحبة تربلاب برضو عمالي طرق السيكا بس ده ما كانش طول الوقت بان شوية بالنسبة لي وقت البرفورمانس بتاع ميدك وبما اننا بنتكلم عن الساوند ساستم انا بس غالبا ان كان فيه مشاكل تقنية شوية وبعيدا بقى موضوع البيز والتريبلز والحاجات دي والريفيرب اللي فلق طمي كده وقف معرفش ازاي بعيدا عن الحاجات دي كلها كان فيه مشاكل تقنية بشكلة او باخر خصوصا مع قرار ازالة كان فيه حاجة بتحصل لانهم قاعدوا حبة وقفين على الستيج بس لسه ما بيلعبوش وقالوا حتى في المايكات يا جماعة احنا عندنا التكنيكل ايشو هنصبطها ونبتدي نشتغل وده حصل مرتين مرة قبل ما يلعبوا ومرة في المص على ما اتذكر انا مش فاكر ده حصل بالزبط ولا لأ ولو حد من الناس اللي حضروا للحفلة ممكن يأكد لي المعلومة دي او لأ لان انا بسقط معلومات كتير بصراحة غير كده انا ما كنت شاف ان فيه اي مشكلة ومش شاف ان فيه اي حاجة جلط موضوع الساوند بالنسبة للستيج والقاعة الستيج او المصرح نفسه كان كبير كفاية وما كانش فيه اي مشاكل كان زي الفل الناس كانت قادرة تتحرك براحتها الحاجات المكسرات والسماعات الاضافية والكلام ده كانت مدرية بشكل كويس متقدرش تشوفها غير من زاوية معينة قوي انما غير كده يعني مش هتلاقيها بينة بشكل ملحوظ خالص ومش تقبلك منها اصلا الستيج نفسه متين وقوي وكويس ما كانش فيه اي مشاكل انه يعني انا طلعت على الستيج ده في حفلة روك نايت لانه كان نفس القاعة كانت قاعة النهر اللي موجودة في سايد الصاوي فلاق الستيج كويس يعني انت لو تحركت او حصل حيك زي كده مش هتوقع مفيش خطر لأ يعني البند نفسه كان مؤمن جدا بالنسبة لبقية الهال او القاعة القاعة كانت كبيرة بالنسبة للأوديينس الناس كانت توقف براحتها مفيش اي مشاكل والقاعة كبيرة تسعمل حباية بألف يعني وفي نفس الوقت كان فيه صور الصور ده مش صور عالي يعني وحاجة بسيطة اللي هو الحديد اللي بيبه موجود في اي حفلة يعني كان فاصل شوية ما بين الستيج نفسه ما بين الاوديينس اللي موجودين وطبعا المساحة الفاضية دي خدمت على الفوتوغرفرز والفيديوغرفرز اللي كانوا جايين مع البانز او اللي كانوا موجودين تابع سايد الصاوي نفسها انا ما كنتش عارف مين تابع مين بصراحة بس المساحة دي استغلت كويس في النقطة دي كانت مدية للمصورين الامان والراحة ان هم يقدروا يشوف شغلهم بشكل منطقي التعليقي الوحيد على المصرح هو المنطقة او السلمة او السلمتين اللي بيكون موجود عليهم الدرامز حاسس انها لو كانت اعلى شوية كان هيبقى افضل بالنسبة للشو لانها لحد ما ما كنتش بقدر اشوف الدرامر قوي مش عابب بقى هل لو عاليت شوية ده هيكون فيه مشكلة بالنسبة للهندسة بقى في حاجة هندسية مثلا لازم ان السلالم بتاعت الدرامز تكون بارتفاع معين او لقى بس يعني من وجهة نظر واحد ملوش في الليلة خالص لو كانت اعلى شوية كان ممكن يبقى الشكل احسن او وضع احسن بالنسبة لنقطة اللاين اوب انا شايف ان اللاين اوب كان ممتاز جدا وكان كويس جدا اختياره كان موفق جدا الناس بس الى حد ما بتقول ان قرار ازالة ما كانوش كمباتيبل اوي مع بقية الفرق والكلام ده مش عارف بصراحة ممكن يكون في ناس شايفة كده بس انا شخصيا انا مش شايف كده انا شايف ان قرار ازالة كان اختيار صائب اه كانوا كمباتيبل مع الفرقتين التانيين اللي كانوا موجودين وحسيت ان الموضوع زي الفل وكان التسلسل ماشي بشكل منطقي جدا فيش اي مشاكل نمسك باند باند بقى فحنا اول باند مع انا كانوا راديو اكتف توي راديو اكتف توي هم تربيوت باند لبركبان تري وخلونا اقول ان راديو اكتف توي ابهروني جدا خصوصا ان يعني انا جاتلي المعلومة دي معرفش حقيقية ولا لقى الصراحة بس ان ذي اول مرة الباند دي العبوا لايف مع بعض انا عارف ان في منهم ناس لعبوا في باند تانية وفي ناس اولا بيلعبوا في باند تانية وطلعوا لايف كتير دا اما كانش كلهم والدنيا تمام ولطيفة والناس عمينهم بيعملوا كل حاجة بس برضو حتى لو انت بتلعب في 200 باند بقى لك 200 سنة ان انت تلعب مع باند لاول مرة مع بعض لايف دي قصة تانية خالص وليها حسابات تانية وليها رهبة تانية وليها موضوع تاني خالص فا اعلم ذلك عشان يعني انا لابت فتن ذات قبل كده وطلعت دي لايفات برضو قبل كده يعني مدرك النقطة دي ماشي ازاي عارف الموضوع بيمش ازاي عارف احساس وعمر ازاي فا انا مدرك مية في المية ان الموضوع بيبقى مش سهل بس اللي انا شفته ان الناس تحس ان هم بيلعبوا مع بعض بقى لهم سنين السنين وان هم متعودين على لايف ميزة مع بعض بيب كويسة جدا عارفين يبصوا للجمهور كويس عارفين يحرقوا الجمهور برضو كويس ودي كانت حقا كويسة خصوصا ان هم كانوا اول باند في اللاين اوب فهم يعني قدوا الشرارة بتاعت الناس تسخن والناس تمبسط فعلا البرفومانس بتاعهم كان كويس جدا انا انا حضرت الراديو اكتيف توي كان ميزة كويس تكنيكلي بقى كمزيكا او كين يكون وفي نفس الوقت الشوه نفسه كان حلو الناس بتتحرك وبتحركوا جمهوره دي كانت حاجة كويسة جدا خصوصا مخطف الاعتبار ان هم اول مرة يلحبوا مع بعض لايف كل شو عملت اكتب من المايك متوصل كويس يا رب بنا يسطر قرار ازالة قرار ازالة كبرفومانس وكمزيكا كانوا كويسين جدا وزي الفول الشو اللي كان بيحصل و الحركات اللي كانوا بيعملوها كانت كويسة جدا بتحرك الجمهور بانتراكتوا مع الجمهور وخلوهم يسطفهم معاهم استراسئفات معينة بحيس انها تكون اكن الجمهور يعني بيشارك في البرفومانس نفسها أو بيشارك في الاغنية نفسها وده حاجة بالنسبالي من اهم الحاجات اللي بحب اشوفها في لايف فرومانس ده بالنسبالي حاجة مهمة جدا ان انت تشارك الجمهور في اللي انت بتعمله دي حاجة يعني بتعزز كده الإحساس بتاع إن إحنا واحد أو إن إحنا جايين نمبسط كلنا بإما فيهم البند اللي بيلعب نفسه مش جاي يبسطنا بس لا أولا جاي مبسط معنا المشكلة الوحيدة في وقت قرار إزالة هي كانت التكنيك الأشز اللي خلتهم ما يبدأوش على طول وتأخروا شوية في البداية بتاعتهم مش حاجة زريفة خالص وأنا عارف إنه مش بيقديهم ومن الأغلب ما كانتش بيدي المكان برضو ومش بيقيت حد الموضوع ده بتحصل و بتحصل كتير و بتحصل يعني مع باندس معروفة و قديمة و ناس إنترناشنال والكلام الجميل ده كله بس هو يعني إيه خلينا نقول إن حاجة زي كده في بعض الأحيان ممكن تخلق ملل ودي مش حاجة كويسة لأي برفورمر ومش حاجة كويسة لأي حفلة بس هي مش بيقيت حد يعني الصراحة محدش يقدر يلومهم على حاجة زي كده خالص الناس عملوا شو كويس الناس سخنوا الدنيا جدا و حاولوا يعوضوا النقطة بتاعت المشاكل التقنية اللي حصلت و هقوف اللي حصل ده بشكل كبير و بشكل كويس و بشكل واضح كمان لا تمام يعني أنا معندي مشكلة مع البرفورمانس بتاع قرار إزالة إنه كان رائع جدا و كويس جدا هي بس مشكلة إيه الملل اللي حصل ده بس مش بقديهم فهم مش عارف بصراحة يعني أحط الحساب حاجة زي كده عالمين بس هي بتحصل أوفر اول قرار إزالة كان برفورمانس كويس شو رائع انتر اكشنز كويس ودي حاجة مهمة جدا مادك مادك كان هم ايه يعتبر الستار بتاع الحفلة أو يعني خدوا السبوتلايت قوي وقت البرفورمانس بتاعهم كان هايب جدا 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 لو مثلا الحرارة 30 فالحرارة وقت مادك كانت 60 حاجة زي كده الناس بيلعبوا بروجريسوف متل قوي جدا وتنبسط بقى وانت بتسمع وتتفرج الموضوع كله على بعضه متكامل كده حلو قوي فيجولي وصوت وكل ما طبعا بعيدا عن شوية الحاجات اللي كانت في الساند سيستم زي ما قلت لكم من شوية إلا أنا حسيتها ممكن أكون غلط في الآخر بس يعني أنا حسيت ده بس أوفر اول بيرفورمانس مادك تحس انه كان بيرفورمانس محترف جدا ناس مرتبين هم بيعملوا ايه عافين هم بيعملوا ايه برضو مادك من الفرق القديمة جدا 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 في مصر ومادك من زمان باند محترف جدا الانتراكشنز مع الجمهور ما كانتش بس بالتسقيف والكلام البسيط والكلام ده لأ ده ممكن يدير معاك حوار ونهزر وندحك والأودينس كلهم يكونوا بيتحكوا ومبسوطين ومش هزار مملي يعني مش هزار اللي هو ايه غليك تملي شوية من البرفورمر أو كده هذا مادك يعني لا مادك عملوه بشكل كويس جدا طبعا حاجة زي كده خدمت على الشو انه يطلع كويس او انه هو يسيب تأثير او امباكت لطيف على الناس حتى حصل بيني وبين هاب انتراكشن شخصي قلت له رجالك من طنطة وانتكلم وندحك والناس ثقفتلي وانتفع اشكركم جدا لو انت تتفرج وانت حد من الناس تثقفوا لي فهي مرسي مرسي كتير جدا يعني ونروح للحفلة اللي بعد كده وهي 80s 90s rock night by virus volume 2 كانت يوم 11 ديسمبر التايمينج بتاعها كان مزبوط جدا 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 وده شيء غريب في حد ذاته عشان انا بحضر حفلات روك ومتل من زمان قوي وعمر حفلات الروك والمتل كان ببقى معادها مزبوطة اني مستحيل مستحيل يعني الحفلات كلها عموما ما تبقى معادها مش مزبوطة بالذيب بقى اي حفلة روك او متل تبقى مش مزبوطة قوي فده ده غريب صراع اللب بيفصل يعني ده غريب صراع ممكن يكون كان فيه تأخير دقايق بس مش ملحوص حتى يعني دقايق بس 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 مش ربع ساعة مثلا او حاجة زي كده لا دقايق بسيطة جدا الساون ساستم كان كويس والصوت اللي كان طالع على الستاج كان زي الفل وقت البرفورمانس وقبل البرفورمانس كمان لان انا انا حضرت قبل الحفلة بشوية ده شرف لي طبعا وبشكر فيروس ان هما سامحولي ان انا موجود قبل ما الحفلة تبتدي واحضر اللي بيحصل قبل الكلام ده كله وبما اننا اتكلمنا على الساوند لازم نتكلم عن الراجل اللي يعني عامل شغل مش طبيعي ومش منطقلي ولطيف وجميل ولزيز ورائع وكل حاجة مصطفى فتحي الساوند انجينير اللي مع بايروس يعني الراجل سيبك من الشغل اللي هو عامله ان هو اصلا عامل شغل جامد جدا وطلع يعني حفلة قوية جدا انه تتفرغ عليه هو بيشتغل اصلا دي حاجة ممتعة فحد ذاتها انا كنت مستمتع جدا انا بتفرغ عليه هو بيشتغل وبشوفه بقى بيروح وبييجي وبيقول انستراكشنز معينة الراجل فاهم هو بيعمل ايه انا شفت ساوند انجينيرز كتير مش بالاحترافية اللي انا شفتها من مصطفى فتحي السراحة خصوصا ان هو واحد برضو عارف امكانيات المكان اللي هو فيه عارف امكانيات الفريق اللي معاه فبالتالي نطلع حاجة كويسة جدا ونطلع صوت اقرب ما يكون اللي كان موجود في البروفاد او الريهالسلز بتاعتهم انا معرفش كان ايه اللي حصل في الريهالسلز بس يعني انا متخيل ان هو ده كان الصوت اللي كان بيبقى موجود في البروفاد بناء على اني شفت ايه اللي بيحصل بناء على اني شفت سمعت الكمبرزيشنز اللي بتتقال فانا مدرك ان هو الراجل طلح حاجة قريبة جدا 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 من اللي كانت موجودة في الريهالسلز القبل الحفلة وطبعا ده شيء منطقي لو انت بتلعب مزيك هتبقى عارف الموضوع ده او بتطلع لايف هتبقى عارف الموضوع ده ان قبل الحفلة بثلاث دقائق مثلا ممكن فجأة تلاقي فيه صوت مختلف خالص على اللي انت سمع بقالك نصص زيعة لسه مفيش معداش وقت سيطر على الموضوع ده كويس جدا وعمل اداء قوي جدا وبالتالي طلع حفلة صوتها كويس جدا 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 خصوصا كمان ان فيروس بند بيلعبه من زمان بند قديم وعارفين برضو ما بيعملوا ايه متعودين على كل الظروف اللي ممكن تحصل حواليهم في اي وقت متعودين على اصوات الاكوابمنتز بتاعتهم متعودين على اصوات الاكوابمنتز اللي ممكن تكون في اي مكان بيلعبه فيه فيعني الموضوع كان متكامل اوي ووجوب مصطفى فتحي طبعا كان بلاس كبير الفيروس وده اعتقد بان في الحفلة لو انت حد حضرت الحفلة تانكيو مصطفى فتحين انت قدمت لنا حفلة بالصوت الرائع ده الجميل ده اللي اده طبعا امباكت رائع جدا على الاودينس واكيد البند نفسه مبسطه من حاجة زي كده نروح بقى لنقطة الستيج والهال وما يحدث على الستيج من اضاءه ومن شكله وحجمه وحجم القاعة والكلام الجميلة الستيج كان اصغر من الستيج اللي قابله بحاجة بسيطة الحفلة ده برضو كانت بساية الصوي بس كانت في قاعة الحكمة الستيج ممكن اكون انا حسيته اصغر حاجة بسيطة من اللي كان موجود في قاعة النهر بس مش اصغر كتير يعني برضو نقطة السلالم بتاعت الستيج دي مدايقاني لحد دلوقتي برضو لو كانت اعلى برضو كان هيبقى افضل ما عرفش ده ممكن يعمل حاجة غلط لو حصل في الحقيقة بس دي وجهة نظر وخلاص بالنسبة للقاعة نفسها او المكان اللي بيكون موجود في الاودينس انت ممكن تحسه صغير بس هو مش صغير هو الفكرة كلها ان هو عبارة عن سلالم او درجات شبه بتاعت السينما فانت تحس انه صغير انه هو مش صغير او حاجة هو منطقي وطبيعي ويعني حتى لو كان صغير بس فكرة وجود السلالم او الطباط اللي فوق بعض دي مفيش حد هيداري على حد الناس مش تبقى مزنقة ده مش هيحصل يعني الدنيا كانت لطيفة ومفتوحة والناس كانت عارفة تاقد رحيتها كويس بس طبعا في الاخر الناس كلها قامت من عالكراسي ونزلت وقفت تحت فانت لذلك ممكن تحس ان الموضوع كان صغير او قصير عشان في مساحة كبيرة جدا متاكلة من موضوع السلالم ده لان المفترض ان السيادتك تكون موجود عليها مش تحت بس تمام وبما ان الناس نزلت تحت فانا برضو واجب علي ان اقول ان الصور اللي كان موجود في القاعة التانية ده مش موجود هنا فبالتالي المصورين والاودينس كانوا سايحين على بعض دي لحد مما ممكن تكون مش حاجة كويسة فبس يعني هي ما عملتش قزمة خالص في الحفلة باي شكل من الاشكال الدنيا كانت ناشية بثلاثة وبشكل كويس جدا طيب بالنسبة للاضاءة الاضاءة كانت زي الفل القاعة التانية اللي هي قاعة النهر انا نسيت بس اقول مضوضة فهقوله دلوقتي عندي بس مشكلة مع حاجة ان الجنب اليمين في الحفلتين في بروك نايت وفروك نايت اللي هي اول حفلة واخر حفلة الجنب اليمين في القاعة دي الاضاءة فيه سيئة مش زي بقية الزوايا اللي موجودة في المكان كله في المسرح كله خالص مش عارف ليه ومش عارف ازاي وممكن يكون ده متهيقلي بس لكن مش هيتهيقلي في يومين يعني في كزا في مرتين الجنب اليمين فيه حاجة انا مش قادر حددها مضلم زيادة عن اللزوم ولما بينور ومش بينور بالشكل الصح يستحسن تحاول تحلو الموضوع باي شكل من الاشكال مش عارف ازاي بس يعني عموما نرجع للستيج اللي كان فيه فيروس اللي كان كويس طبعا زي ما قلنا الاضاءة كانت زي الفل مفيهاش اي مشاكل الفجولز بقية بشكل عام نروح نشكر فيها الاستاذ ياسر يوسف هو اللي كان مضبط نقطة الفجولز في الحفلة دي وكان عامل شغل كويس جدا صبعا بص الموضوع بجولي عموما كان زي الفل كان زي الفل جدا اختيار الالوان واختيار الارضاءات والحاجات دي كان رائع فياسر يوسف عمل شغل قوي جدا ومهم جدا وساب امباكت وانرجي معينة هقولوك عليها وقت ما نيجن الكلمة للموتة البرفورمانس ساب حاجة كويسة جدا 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 على الاوديونس او علي انا بالاخص ما عرفش بقية الناس حسوا نفس الموضوع شكرا لياسر يوسف على الحفلة الرائعة دي والشغل الجامد جدا اللي عملته في الفجولز الحفلة فيروس بس فنسكب نقطة الحفلة فيروس بس فنسكب نقطة الحفلة فيروس بس نعتبرها مش موجودة وكذا كذا انا مش بنقارن بين الحفلات اساسا احنا بس بنتكلم عن كل حفلة على حدة من الفيديو واحد نقطة البرفورمانس طيب البرفورمانس كما زيكا اه مش مضطرة كلم عنه كذا كذا فيروس يعني اغناء عن التعريف في الحتة دي الناس بيلعبه من زمان ومعظم الروك سين والمتال سين عارفين فيروس وحضروا الفيروس في وقت ما فخلينا متفقين ان الناس دي جامدة جدا يعني لو حابين برضو تسمعوا رأيي فالبرفورمانس كان رائع وقوي ولطيف وجميل ولزيز وانا كنت مستمتع بس النقطة اللي انا عايز اتكلم عنها في موضوع البرفورمانس هي الفايبس الفايبس اللي ساعد فيها كل الاركان اللي قام عليها الحفلة دي من اختيار الاغاني اللي هتتلعب من اختيار الالوان اللي كانت موجودة في اللايتس او الفاجولز اللي كانت موجودة عموما بايه شكل من الاشكال الى الهندسة الصوت اللي كانت حصلة في الحفلة دي الى الباند نفسها تتحرك ازاي بتانتراكت مع الجمهور ازاي بطريقة عاملة ازاي يعني دي الفاكرة كل ده على بعضه كده بيديك فيب مش عايز افور مش عايز افور او تتحكوا على اللي انا اقوله وتحسوا ان هو كليشي او كرنج او كده ده الاحساس اللي جالي يعني او اللي انا بحس عموما مع حفلات فيروس تحس بالالفة كده والعيلة والحاجات الجميلة فهم الفكرة والله العظيم وبهزرش بجد يعني غالبا عشان يعني انا لاحزت اللون ده كتير في الاضاءة اللي هو اللون الاصفر اللي هو اللي زاي ده زي اللي انتوا شايفين على وشي ده شوية بس طبعا انضف بكتير من ضمبة الحمام اللي انا حدثها دي اللون ده بيديلك الفايب دي شوية الفايب النوستالجيك شوية خصوصا ان اصلا الاغاني اللي موجودة كانت كلها من حربة الثمانينات والتسعينات فانت كده كده هتحس بالنوستالجيا دي بس تحس انها نوستالجيا بتاعة بيت عيلة والله بجد ده الفايب اللي انا حسب بي او ده الفايب اللي جالي وقتها غالبا كانت دي الفايبس اللي شغلة اصلا ما بين الاودينسس كلهم يعني بس فالنوطة دي مهمة جدا ولطيفة جدا وحلوة وشايف انها يعني اضافة رائعة لأي حفلة ان انت تحس ان الموضوع اشبه بميتين كده كلنا جايين نبسط فيه اكتر من ان احنا جايين نحضر حفلة وخلاص ونمشي ونتكل على الله لا انت بتطلع ببوستالجيا كويسة جدا ولطيفة يعني وده اللي حصل معي واعتقد حصل مع ناس تانية فالو انت حسيت بنفس الاحساس او انت حسيت بنفس الاحساس تسألو لي تحت في الكومنت كان ايه الاحساس اللي وصلوكو شبه اللي انا بقولو ده ولا ولا انا بلح ولا ايه وبذلك نروح للحفلة التالتة وهي روك نايت كانت يوم 12 ديسمبر الحفلة كان فيها كايروباثيكس كان فيها روكسي كان فيها ريفرود كان فيها تفاقو فخلونا نتكلم عن اول نقطة وهي التايمينج يا الهي التايمينج يا كفرة تمام؟ طبعا الناس اللي حضرت الحفلة والفرق اللي بتلحب طبعا عارفين انا متكلم في ايه خلونا افضحهم بصوا جماعة زي ما قلتتكم حفلات الروك وحفلات المثل في مصر دائما بتتأخر زيادة عن اللزون عن اي حفلة في المطلق اللي هي برضو بتتأخر بس حفلة روك نايت على ما انا فاكر اصلا يعني انها المفروض كانت تبدأ خمسة ونص الحفلة بدأت متأخر عن محدها بساعة ونص الى ساعتين على ما انا فاكر لان انا كان وقتها الوقت بيتحسب عندي بمعايير مختلفة والله ما حدش يسعل مني انا بخذر بس دا الحقيقة دا اللي حصل مش هننكر مش هننكر ان حصل تأخير مش طبيعي لأسباب مش شايف ان انا مفروض اقولها مش عارفين فاقولها ولا لا بس ان انا مفروض اربما اقولها اشي بس اسباب فعلا كانت خارجة عن ارادة كل الاطراف سواء الفرق سواء الورجنيزيشن سواء المكان فعلا كانت اسباب خارجة عن الطبيعة وقتها فخلونا ما نتكلمش عن الاسباب يعني لان انا برضو كان لدي شرف طبعا ان انا حضرت الحفلة دي من قبل ان تبتدي بحبة حلوين فعلا شرف كبير جدا 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 ان انا اتعرفت على ناس من الفرق اللي كانوا بيلعبوا في الحفلة اليوم دا فاني بس ايه خلينا نرجع لنقطة التايمين عشان ما نهربش النقصة دي تايمين كان سيئ جدا 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 طيب بالنسبة للساوند سيستم طبعا زي ما قلت لكم ان كان فيه مشكلة في التايمين فطبعا كان فيه مشكلة في تايمين الساوند شك فانا باشكر ماجدي الفوكل والدرامر بتاع طفاقهم على ان هو يعني كان يعتبر هو الساوند انجينير بتاع الحفلة على ما اعتقد قال دا اللي انا شفته يعني دا اللي شفته بعيني يعني فالرجل يعني كان عامل شفلة جامد جدا ومهتم بكل الفرق اللي موجودة كان هم فرقوا وده غير ان هو اصلا هيلعب في الحفلة دي فالرجل محتاج يرتاح اللي انا شفته برضو بعيني الراجل دا ما عادش كان يعني راية جاي شاية للليلة كلها فالصوت كان زي الفل كان برضو فيه بس شوية المشاكل اللي هي بتاعت البيزي على ويوطى التربلات على وتوطى مش عامل ايه ريفربات تختفي ريفربات تظهر بس دي غالبا حاجة في الجير اللي موجودة في القاعة نفسها لان دا اللي حصل برضو وقت حفلة بروجنايت وشفت يعني التيم برضو بتاع الساوند فلسائية كانوا متعاونين جدا وخايفين على الشوز كويس ويعني حاجة كويسة جدا وحاجة مهمة جدا لان الواحد شايف فينيوز كتير بلح فعني بعيدا عن موضوع فينيوز دا مش هنتكلم عنهم في الحلقة دي بس لنا الكلام سنشوف الموضوع دا بعدين ماشي الستيج الستيج طبعا كهو هو اللي كان في بروجنايت هو بس الموضوع اللي عايز عيده تاني موضوع الجنب اليمين في الإضاءة بتاع الستيج اللي موجود في قاعة النهر جنب اليمين فيه حاجة غلط اللي بيوفي الجنب اليمين دا بتظلم الصراحة فنروح بالتالي لنقطة اللاين اوب اللاين اوب ما كانش فيه اي مشكلة معايا دا مشكلة واحدة بس اللي انا اقوله دا ليس تقليل من الباند باي شكل من الاشكال وليس تقليل من اداء الفريق نفسه باي شكل من الاشكال خالص بقى لان انا كنت مبسوط وقت الباند اللي انا هتكلم عنه دا بس اشكالتي في اللاين اوب كانت روك سي حاس ان هما كانوا اختيار غلط شوية مع اللاين اوب دا مش عشان ان كان فيه فرق احسن منهم او لا مش دا اللي انا قصده خالص الفكرة روك سي كانوا اوتو فلاين شوية حاس ان التلات بندات التانية بيلعبوا حاجات تقدر تحطهم مع بعض او جنب بعض او تحت بعض او فوق بعض اي حاجة زي كده انما اللون اللي روك سي بيلعبوه كان مختلف كتير عن الباقي اه اوكي التلات فرق التانيين بيلعبوا برضو جنرز مختلفة بيلعبوا الوان مختلفة بس تحس ان الموضوع راكب على بعضه انما روك سي في النص الموضوع مكانش راكب خالص بصراحة مش عارف مكانش راكب مع بقية اللاين اوب مكانش راكب مع بقية المزيكة اللون بتاعهم مختلف كتير عن الباقي بس كراك سي كباند او كبيرفورمانس او كده لأ الموضوع كان رائع جدا وكان فيه فيبس حلوة وبالمناسبة برضو اللي بيسابورت النقطة اللي انا بتكلم عن هي بتاعة اللاين اوب دي ان فيه ناس كانت جاية راك سي بس مش جايين لبقية الحفلة ده اللي انا قصده راك سي ليهم فانز ليهم الناس اللي بيحبوا اللون ده فانت لما تحط راك سي مع البانس اللي بتلعب الالوان التانية المختلفة دي الناس دي بايزة تسمع اللون اللي هم عايزين واللي هو بتاع راك سي مش هيبقى كومباتابل قوي مع الباقي فبالتالي فيه فيه جاب هتحصل في حتة الاودينس الناس فجأة هتلاقيهم مش موجودين او هدي او مش سخنين زي ما كانوا سخنين في الاول او في النص او في الاخر الناس كانت سخنة مثلا في وقت راك سي وبعد كده خبتوا مرة واحدة وناس تانية هي اللي كانت بتفايب وهي اللي كانت سخنة بس الناس دي كانوا هطنين وقت راك سي مثلا فهو ده الحوار بس ان اللون بتاع راك سي كان مختلف اوي 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 عن باقية الفرق رغم ان الباقي الفرق برضو كان مختلفين بس اختلافهم كان زيادة عن اللزوم عن الباقي فانا كنت شايف ان راك سي كان المفروض يكونوا موجودين في حفلة اخرى مش مع الباندز دي عشان فكرة عدم التوافق اللي كان موجود ومش عدم التوافق موسيقي ولا حاجة خالص بقي شكل من الاشكال لا هو عدم التوافق بس في الالوان بتاعت المزيكة نفسها والمود اللي كان موجود انت كنت تبقى في مود بعد كده روك سي جوم خدوك وادوك في حتة تانية خالص وبعد كده ريفر وود جوم رجعوك بقى في الموضوع تاني ومشيت لحد ما وصلت اتفاقت نروح بقى لنقطة البرفورمانس واول باند معانا هتكلم عنها وهي كايرو باثكس بص يزيدي انه هقولك على حاجة حلوة كايرو باثكس مل بانسل يعني اللي انا عامل لاغنيهم لايكس عندي على سبوتيفاي وبحب اسمعها لو مثلا مثلا يعني كافتراض ان انا كنت مدي مثلا لكايرو باثكس ستة من عشرة يوم فلما تشوفهم لايف هتدلهم مثلا أربعين من عشرة كيب طبعا الامكانيات بتاع التسجيل بتفرق والحاجات دي كلها بس انت وانت سامح حاجة كويسة سامح حاجة حلوة سامح حاجة فيش مشاكل اغنية طبعا اغنية حلوة لطيفة هسمعها هنبسط تمام فيش مشاكل اسمع بقى لايف بقى ارمي بقى كل ده كده ارمي ده بقى انسا كده انسى بقى اللي انت سمعته ده تعال تذهب ليhi Life لا لا.. إيه ده اقسم بالله خيربنيagitه! إلي es 용ровab تنة لي cu是啊 hum! طيب time. هناك صدمة ومفاجئة ليس لطبيعة هذه الفئة إنها أم تنة إنها الآن مفروب و الأعzig الإعجاب والجعور و الأحيانان انها مخاطر إنها موضوع التالي بس لا 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 الناس دي تفرج عليهم لايف تفرج عليهم لايف الناس دي بتعرف تلعب لايف كويس قوي وده قليل فيه بانز بتلاقي الـ recording versions بتاعتها كويسة جدا او الاغاني بتاعتهم اللي موجودة على الـ platforms كويسة جدا تيجي تسمعهم لايف تلاقي بلح ومعلش يعني بندات انترناشنال مش مصريين ولا حاجة بندات انترناشنال من أسامي يعني كبيرة ومعروفة تفرج عليهم لايف عليه تيوب كده ايه الناس ده انما بقى الناس بتوع بلدنا هنا احنا لو الـ studio version تبقى حلوة في الـ live تبقى احلى شوفت بعم والله العظيم لا بجد كاريو باثكس انا كنت سعيد جدا والله واهلا روح تجاي موقف تصوير وقفر التليفون خالص واتفرج عليهم انا منبهر وكنت منبهر اكتر بازاي هم قادرين يحركوا الـ audience الـ audience كانوا هايبت جدا 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 فدي كانت حاجة كويسة تطور شديد جدا عن اللي سمعته في الـ studio versions الاغاني الجديدة بتاعتهم اللي لسه ما نزلتش على الـ platforms اتمنى ينزلوها قريب لان فعلا الحاجات دي تستحق تتسمع 200 و 800 مرة بعد اذنوكو نسجل التركات وننزلها روكسي روكسي طيب مش سأسيبكم موضوع الليناب ده خلص هنتكلم عن الـ performance انا فاكر بص انا فاكر وقت روكسي ان انا سمعته حاجة تدين سولو انا وقت السولو ده انا فاكر ان انا كنت موجود ساعتها في الـ backstage كنت بعمل حاجة وقت في الـ backstage وواف معي حد سمع السولو ده وقال لي اه ايه ده حاجة فاهم كانت ملفتة جدا 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 وكان سولو رائع يعني رائع بمعنى كلمة رائع بصراحة بعيدة عن السولو ده يعني وما دوع ما كانش سولو بس الـ performance بشكل عام كان زي الفل كان جامد جدا كان حلوة قوي في اللون اللي هم بيلعبوه ده ويعني هم مطقنين قوي هم بيعملوا ايه لا تحس برضو ان هم محترفين وفاهمين هم بيعملوا ايه كويس وبردو عارفيني انتراكتوا مع الجمهور بس ايه بس مشكلة اللاين اوب اللي قلتلكوا عليها دي ان كان راكسي كان ليهم اوديانس موجودين وهم بس اللي بيهايبوا معاهم وكانوا كتير طبعا ما كانوش قليلين خالص يعني واضح ان الفانز بتوع راكسي كتير فهي بس مشكلتي ان اللي كان جاي يحضر لراكسي ما كانش جاي يحضر لبقية البانز فانت جايت انجوي باند واحدة بس مش جايت انجوي الحفلة كلها ريفر وود انا مش عارف مين اللي بيلبسهم بصراحة ومش عارف هل يعني ده بيحسن ولا لا او اللي هما بيختاروا الهدوم بتاعتهم بنفسهم اللي بيطلعوا بيها الشوز بس انا حسس ان الاختيارات كانت كويسة جدا خصوصا الفوكل بتاعهم كان لابس حتة دين كوت يعني الصراحة كان ابن لازينة مش بحسدك كلها اعلم بس يعني حييك وحييك وحييك عن الستايل اللي انت اخترته للحفلة كان رائع على فكرة دي نقطة برضو مهمة جدا جدا انت كميوزيشن او كاورتس في حاجة اسمها ستيتش بيرسونا مفيش اي مشكلة ان انت تطلع لابس حاجة غريبة او ازياء معينة بترفلكت اللي انت بتعمله بس ده للشو لاجل الشو عشان كده اسمه شو انت بتعمل شو كامل من ازياء بقى من مازيكا طبعا وده اهم حاجة من اضاءات من فيجولز في المطلق بشكل عام من ضمنها طبعا الكلودنج والحاجة دي كلها بالنسبة للباند نفسه كمازيكا يا اله يا اله عالجمال والحلاوة ايه ده يا عام الحاجة ايه ده لا 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 انا كنت تسعي جدا انا بقى برده ونسبت التريفون وعدت اتفرج انا عادت هببانج اصلا ايه انا كنت شايف بقى الناس عامليني هببانج وهناك وفيه نس بتعمل موشبتس هنا وفيه ناس مش عابين كان فيه جو حاصل كده تحس ان ايه ريفرهود قريبين شوية من مادك نسبيا بالنسبة لي عشان ممكن يكون التشابه ده عشان بس انا حضرت الحفلات ورا بعض بكلها انا حاس ان الاتنين دول لو اللاعبوا مع بعض في حفلة ممكن يكون ده حصل قبل كده بس انا ما كانش عندي علم بالموضوع بس لو ده حصل فعلا في وقت قريب فعلا هكون اول الحاضرين يعني ان شاء الله تحس ان الاتنين دول كمباتبلا اول مع بعض ومش عارب بس انا متأكد ان الاتنين دول لو موجودين في نفس الحفلة حاجة اسطورية جدا 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 فوالله يا ريفرهود ويا مادك فكروا في الموضوع كده ممكن تعمله جاية انتو الاتنين مثلا تبقوا انتو اللاين اوب فده جنب النسبة لريفرهود وحاليا نروح الى طفاقم فكريم مجدي اللي كنت بقولك عليه اللي هو مقعدش خالص ده يعيني الوقت كان متبهدل خالص ومتسوح هنا واناك وفوقه تحته وليلا بيضة اكتشفت مجدي ده هو الدرامر هو الفوكل فانا قلت ايه اللي هيحصل ان اكيد يعني الراجل هيبا بيغني والدرامز شغالة بلاي باك ولا حاجة لقيت لا اش ده اللي حصل مجدي كان بيلعب درامز هو بيغني ودي في حد ذاتها ظاهرة هتقولي فيه ناس كتير بيلعبوا درامز وبيغني سيدي اللجند انا عارف الموضوع ده والله انت مش محتاج تقولي اه مدرك ده كويس ممكن اجيب لك اسامي اجيب لك لستة اسامي الناس اللي بتعمل كده بس حط في اعتبارك ان مجدي بيغني بالعربي وبيغني عرب وعرب صعبة وسوبرانة ومش عارف ايه وقصة صودة ساعتك وهي والوز واليلة يعني وهو بيلعب درامز بيلعب درامز ايه بقى بيلعب متل ومتل صرف يعني فيه فيه قصة بتحصل وده بالبيز ومش عارف ايه وترزيع وليلة مش بيهزر الراجل ده مبيهزرش انت اصلا بتلعب آلة لما بتلعبها بشكل هادي شوية انت بتبقى حرفيا بتحرك كل عضلات جسمك في الموضوع ده فانت متخل انت بتلعب متل بقى وبتغني وبعرب سوبرانة فده ده ظاهرة تدرس الراجل ده فعلا ظاهرة تدرس ونشوف بقى وبيعملها ازاي ان دي حاجة مش منطقي ده مش منطقي اللي هو بيعمله ده مش حاجة منطقي انها تكون بتحصل في الحقيقة بجد الموضوع غريب غريب جدا بس عموما بايد عن عن اللقطة دي البرفومنس نفسه كان قوي جدا 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 للأسف 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 وده فعلا للأسف انا متدايق ان ده حصل بس انا اضطريت ان انا مكملش البرفومنس بتاع اتفاقه من الاخر بظروف يعني كانت لازم تخلينا تحرك وقتها بس هو اللي حصل يعني حاجة برضو بتحصل كده بس يعني على الشوية اللي انا شفتهم ويعني بص هم تلاتة هم ترت افراد في البند كلها بس تلاك التلاتة بيعملوا شغل تمانية يعملوه مثلا بقى ايه ده عم الخيال اللي انتو خيالكو واسع قوي عامليني ستراكشورز في الأغاني مش طبيعي وبيتلعب لايف زي ما انتو بتسمعه يعني ازاي خصوصا ان الستراكشور بتاع اغانيهم تحسوا واقضوا بسيط ما انتو شفاهم ما انتو مش عارف تحدد والكمبنيشن اصلا اللي بيلعبوا فيه اساسا غريب وحلو بشكل كبير جدا رائع 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 فانتو بتسمع بقى الكلام ده لايف انته متخالم وان متخالم هان تسمع الكلام ده لايف قسمعت البقى سمعت البقى كيام بتاع التفاقه ما سمعتوش وروح سمعه لبيتبقى number one ، كنت سمعتو من قبل كده جئت الحفلة كنت هتشوف حاجة ما بتشوفهاش كتير ومش هتشوفها كتير صدقني يعني لا لا يا جماعة الناس دي اقوية جدا في المزيكة بجد الناس دي ميوسيشنز اقوية جدا 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 عجبني برض ان هم عملوا فقرة كده اكوستيك دي برضو كانت فكرة كويسة جدا خصوصا انا واحد بلعب اكوستيك فالموضوع بالنسبة لي كان لطيف وكنت related شوية بالموضوع overall performance ممتاز انا سعيد وفخور من قبلتهم وتعرفت عليهم بجد يعني وروك نايت كانت حفلة قوية جدا جدا ورائعة جدا جدا حفلة 80s 90s روك نايت باي بايروس فوليم 2 كانت من اكتر الحفلات اللي فيها ألفة وفيها روح حلوة ويعني اما تحضر له ما تعرف روج نايت روج نايت كانت حفلة مليئة بالهايب ومليئة بالمزيكة الجميلة ومليئة بالنبساط والسعادة والجمال وبس وبذلك سيد الفاضل نقفل السكريبت اراكم الفيديو القادم ونبسطو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة